اهلا وسهلا فيكم عن جديد رجعنا لنكفي حلقتنا اليوم بصباحك بفقرتنا الاخيرة شوية حكي عم نحكي اليوم عن السياحة وموسم السياحة لهذا العام في تركيا طبعا المناطق دائما الاشخاص اللي بيطلعوا السياحة بيصيروا بيحتاروا شو المناطق اللي ممكن نحن نطلع عليها شوية طريقة الأقل تكلفة ممكن نحن نلجأ لها وبعض هذه التفاصيل رح يجاوب عليها الأستاذ أحمد المشهور مدير السياحة في الشركة الليبية الدولية بنضمعنا بالستوديو أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد أهلا وسهلا فيك شرفت فيك أستاذ فيك ومتابعينك الكرام رمضان كريم علينا وعليكم إن عاد عليك يا ربي كل خير بالبداية يعني قبل ما نفوض بتفاصيل السياحة خلينا نعرف وضع السياحة اليوم في تركيا كيف وشو أنواع السياحة الموجودة في تركيا بشكل عام تركيا ما فيه منافس يعني بالسياحة يعني صفقة من الدول المتقدمة كتير بموضوع السياحة وخصوصا بالسنوات الأخيرة يعني اللي شهدتها بالسنوات الأخيرة وخصوصا تعافية المبكر من آآ فيروس كورونا والإجراءات اللي اتخذتها يعني كتير حطتها بالمغاتب الأولى المتقدمة بموضوع السياحة هلأ بموضوع السياحة عندنا يعني تركيا ما شاء الله فيها تنوع حضاري وفيها تنوع ثقافي كبير يعني الأماكن السياحية مختلفة بفصولها بشتى المواسم وتنتقل من القطاعات التجارية لقطاعات السياحية بشكل عام اليوم في عندنا مسلا تركيا بتركز على موضوع المواسم يعني في عندنا اليوم بدنا نختار برنامج صح بدنا نختار الموسم الصح اليوم في ناس آآ جاية من دول آآ فيها الحرارة عالية يعني بدن يجو بمواسم باردة في ناس لا عندها مواسم باردة بدن يجو بمواسم حارة في ناس عندها بحر بيجو عموان آتق طبيعية وفي ناس عنده مناطق طبيعية جايين عباحة. مهم. يعني كل واحد عم يختار اللي شيء اللي بيناسبه. اليوم مسلا نحن بيفصل لربيع السياحة بشكل عام هلأ بلشت بشهر ابريل يعني عنا الرابع والخامس بيتركز على المناطق اكتر المناطق اللي راح تكون موجودة يعني على الساحة بهذا الفصل هي اسطنبول وما حولها. قام يتم التركيز عليها بشكل جدا كبير. سوصل المناطق اللي قريبة كتير منها امتز صبانجا بورصا. يلوة الشيلا. في هل المناطق واسطنبول. مهم. هاي المناطق الربيعية يعني تقريبا. من بعدها راح يكون عنا موسم الصيف اللي راح يمتد من السادس تقيبا للتاسع. راح العالم بيتشكل عام تحب المنتجات البحرية والاجواء الساحلية بشكلها. نرجع. تقريبا بين العاشر وهيك والدعش ممكن يكون سياحة شوي خريفية ونرجع بعدين على الفصل الشتة. الفصل الشتة بيتركز بين التاني والتالت لانه فيه موسم التلج وسياحة التزلج والمنتجعات الشتوية اللي بتأمنها تركيا منتجعات اقتراقية. يعني هو الموضوع متوقف على الموسم. آآ اليوم الموسم هو صيفي ربيعي لا قدر اختار المنطقة اللي ممكن انا اتوجه لها. والشي اللي انا بناسبني متل ما ذكرت يعني ازا جاي من منطقة شوب. أكي. ما راح روح لمناطق شوب راح روح الى مناطق باردة. أكي. كيف بختار فعلا المناطق يعني هو آآ الشخص بيحتار بيعمل جد والطويل عريض انه انا شو بدي اعمل شو بدي حط لأطلع بموسم سياحي مناسب لي بتركيا. آآ كيف منطقي فعلا المنطقة كيف منطقي الشركة اللي انا بدي ألجأ لها. هلأ في ناس كتير بتتابع بالفيسبوك وبالصفحات وتقلب وتشوفوا هاي راحوا لناس وناس مبسطوا فيها وناس ما مبسطوا طبعا كل شي في ازواق. في ناس بتحب اجواق اللي فيها عجقة. في ناس ما بتحب بتحب الاجواء الهادية اللي فيها وحدة يعني كل ناس الى بزوقة يعني بال بالآخر يعني. تمام. هلأ بهذا الوقت العالم بده تختار بده يعرف يختار صح. هلأ ال في شركات سياحية كبتيرة. في ناس مشهورة عن نتو بالسوشال ميديا و وإلى آخره. وفي ناس عم تسأل لمجرب وفي ناس وين جرب وات وين كزا. فانا من رأيي انه لازم يعمل دراسة للمنطقة قبل ما يكون رايح له. يعني مسلا بده السنة مسلا يروح لطرابزون مسلا بده يعرف شو هي طرابزون شو فيها طرابزون بتتناسب معه. يجوز فيها مكان بيحبه بس عشرة ما بيحبه. قبل ما يختار المنطقة. يعني يعرف جوغافية المنطقة يعني يعرف يسأل عنه يستفسر عنه يشوف شو هي يعني هاي المنطقة شو راح تقدم له. انا مو معقول اقعد بمنطقة اه قديش مدة البرنامج اللي جاي هو فيه. يعني هو مو معقول جاي اسبوع. تركيا حلوة اكيد حلوة. بدنا نروح لطرابزون وعلى اسطنبول وعلى انطرة وعلى ازميرو. راح نقضي انقضي يبجه وطيرانه بس وما نشوف حتى المدينة يعني. هذا غلط. يعني بده يجي خلص محدد خياره انه حسب اول شي حسب المدة. حسب الامكانية وحسب الرصيد اللي هو يراصده انه بده تكلفة اللي بده يتكلف فيه بهي الوقت هذا. نعم. بيجي خلص انه بيحدد هادا الاوقات بس حدده اهم عامل اهم عامل انه بده يامنه بالموضوع السياحة هو موضوع الفندق والاو مكان الاقامة خلينا نحكي بشكلها. هاد اهم عامل بس اه جهز حاله لالو واختاره صح مكان اقامته من هون راح تكون انطلاقته للسياحة. يعني اختار مكان انطلاقته مثلا اسطنبول. اختار المكان باسطنبول. خلص. من هون يعرف حاله انه هاي المركز اللي راح يبلش جولاته منه. اللي راح يبلش ينطلق منه. ممكن يخصص له يومين بمدينة تانية. في مدن يوم هاي المدن اللي قريبة من اسطنبول. وخصوصا بالشهر هذا. يعني انا رأيي الشخصي انها اماكن ما تستحق اكتر من ممكن يومين او تلاتة ممكن واحد يروح له. يعني مناطق حوالي اسطنبول نحن عام نحكي. يعني مناطق شوية زغيرة. يعني يخلصها الواحد ممكن انه يروح وينبسط فيها ويقضي مشواره فيها بيومين. مه. او بيوم واحد ممكن ازا كانت جولة او هيك شي. الان بنصح ازا كانت عيلة كبيرة انه مسلا بيكون له حاله او بيكون معه حدا. بس ازا افراد واشخاص يعني كمان ترجع زوقية يعني ازا واحد بيحب العجقة الا ما بيحب العجقة. بس اختصارا للمصاريف بدي يكون مع غروبات. ازا كان فرد. ازا كان فرد. يعني اليوم بدي يختصر من المصروف. بدي يكون مع غروب يعني. متل ما بيقولوا الحمل يتوزعها الجماعة. يعني مو معقول شخص لحاله حط تكلفة السيارة كاملة تكلفة جولة كاملة. يعني شي شي هيك هيك. يعني في شغلات تستدعي ان الواحد يصرف فيها زيادة. في شغلات ما بتستدعي. يعني ممكن نشيل هاي على حسابها. فهذا اهم شي. واليوم نحن بضرف يعني كورونا صحي الموضوع خف كتير والموضوع الحمد الله ماشي بتعافي. بس كمان الواحد ما لازم يتجاهل هاي الموضوع. يعني لازم يعرف يختار صح مكانات العجقة. يعرف لازم يعني ما بيشيله يعني خلص يعني هذا الموضوع ضرفه من الله لا اله الا الله. بس الواحد لازم دائما يكون محتاط فيه. يعني هذا كمان يحسب هالحسابات. خصوصا هذا معه عائلة. يوم فيه اماكن فيه عشقات كتير كبيرة. وخصوصا مثلا هلأ في موازن راح يبلش موسم. موسم صيفه خلصانه يمكن حجوزاته كلياته في منتجاته تعبد. فموضوع الازمة والعشقة كتير هي اكيد هاي المنشآت والدولة التركية هوني حريصة كل الحرص انه يكون فيه ترتيب لهذا الموضوع. باعداد يعني انه هو ما يكون فيه تهاون بفكرة. ابدا بفكرة كورونا. خاصة بعض يمكن الاريحية اللي صارت حاليا. بالآخر نحن جايين انهم بسط يعني ما نجايين. ما نجي نمرض اولا 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 للمرض لبعض الاشخاص. نحكي عن انواع السياحة. هي السياحة مثلا الكمان مشهورة فيها تركيا. السياحة العلاجية. هلأ السياحة العلاجية تركيا تحتل فيها مركز كتير متقدم. كتير متقدم. لانه ما شاء الله يعني الاعداد المشافي اللي فيها والخدمات الصحية اللي تقدمها. اليوم اللي زبون اللي عام يجي صار بده يجي يعني صارت الشركات السياحية بشكل عام. آآ صلة توصل. صلة توصل. اليوم تركيا مو بس بموضوع السياحة العلاجية في عندك السياحة التجارية السياحة العقارية السياحة العلاجية. يعني شغلات كتير. انواع متعدد. فاللي جاية من بره اللي جاية من بره جاي حاس بحسابه انه بده يضل فترة اسبوع. فترة اسبوع اذا بده يدور بين الشركة السياحية وبين الاقامة وبين الجولة وبين انه اه شلون بديه يطلع عمنا المطار وجاية من المطار وشلون بديه يروح السوق الفلاني والتجار الفلاني او بديه يروح المشفى او بديه يركز او بديه كذا فتكون الشركات عم بتلمل له كل هدول المواضيع يعني عم يختصوا عليه كل هاي القصص فصارت صلة الوصل بس بديه يعرف يختار اللي صح يختار اللي صح فكرة السياحة العلاجية طبعا اكيد تركيا مشهورة جدا وصارت مقصد كثير كبير للاشخاص وخاصة بعد تطور فكرة العمليات التجميل وزيرات الشارع وما الى ذلك من هاي الامور صارت فعلا مقصد كثير كبير للاشخاص. اليوم كيف لا اقع ضحية النصب في هذا الموضوع لانه ايضا يعني الموضوع يعني بتخوفوا منه صحيح. وخاصة عن طريق السوشال ميديا. صحيح. هلأ بشكل عام يوم انت عم تيجي عن طريق شركات وليس عن طريق افراد انت عم بتفوتي في ناس للأسف الشديد وقعت وكتير. تمام وفي ناس ما وقعت هي وقعت حالة بممكن في بلدان تختلف فيها ثقافة السياحة بشكل عام يعني في بلدان ما في عندها ثقافة السياحة. في بلدان عندهم ثقافة السياحة كتير متطورة. كتير كتير متطورة. انه يروح ويسافر ويشوف وكذا تمام. فهذا للأسف الشديد هو اللي عم بيصير يعني عم يجي عم ياخد السعر اللي يحاول يدور بالسعر يحاول يدور بالمركز اللي لساته جديد يحاول بشركة لساته جديدة واخر شي تطلع نحن اليوم كل شغلة طبيا في استشارات طبية انه هاي الشغلة شو راح تصير وممكن وما ممكن وممكن يكون الى عراضة جانبية انا اليوم عم يجي نزبون عم يطلب من زراعة الشعر اللي كانو تجميل او نسائية او شي انا ولا مرة مثلا انا عن نفسي ولا مرة عطيت سعر ولا مرة عطيته مدة ولا بيحكي من حالي ما عنه عندي خبرة بهذا الموضوع يعني من خلال ما تابعت مع المشافي وفهمت المواضيع ما بجاور لحتى بحيله للطبيب الطبيب هو بيناقش حالته بيقول لي هاي بمسلا بزراعة الشعر هذا ممكن بجلسة وحدة اموره تكون يغطي سبعين بالمية يغطي خمسين بالمية كمان المصداقية مع النزبون يعني لازم تكون موجودة موضوع موضوع بس ربح 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 لا هذا راح يوصل لخسارة كبيرة تمام الدكتورة عم بيقول الدكتورة مسلا عم بتقول انه هاي ممكن تكون لها العملية كذا ممكن بالطريقة كذا ممكن بكذا خليها تحيلة وتشرحها بشكل طبي هذيك راح تفهم العراض الجانبية شو ممكن يكون تأثيرات لقدام يعني في عمليات تجميل شفتي لقدام صارت للأسف الشديد حالات تدهور صحية جدا كبيرة يعني الفكرة انه نحنا ما نلجأ بفكرة السياحة العلاجية لحالات يعني لا يكون في سلة تواصل فردي بيناتنا انا والطبيب او المشفى اكيد انا اليوم لازم اهم شي يوم اتواصل مع انا كسبون اليوم راح اتعامل مع مكتب او شركة او مندوب او اي شخص تاني انا بدي اسأل عن القطاع السياحي الصح اللي هو عم يشتغل معه المشفى مين هي بدي اقرأ وادرس ودفوت وشوف مين هي شو الطبيب شو التقنية اللي راح يستخدمها شو ممكن راح الترتيب العلاج اللي راح يكون معي بعدين بنسأل عن موضوع تكلفة والموضوع يعني يكون في عملية بحث اكيد مجدي بهذا الموضوع اه طيب خلينا نرجع لفكرة الجروب السياحي انا كفرد من الافضل بنصيحتك انه انا الجأ لجروب السياحي لانا الاقل تكلفة يعني اما كعائلة ممكن انا اعمل جولات سياحية لكن هذا الموضوع مش صعب اذا كبيرة او صغيرة مش صعب انا يعني قادم من خارج تركيا قدر انا يسر جولة سياحية لنفسي هي هنا هون بتيجي خبرة المكاثب وهون تيجي خبرة المرشد السياحي او المكتب السياحي اللي الخدمة اللي راح يقدمها للزمون اليوم زمون متصل بس ضايع دايما اللي زمون ضايع عم يتصل بده كل شي بده يشو بده كذا بده كذا فانا من واجبي اني بدي انصحه انا لأ راح اقول له انه هاي شو تفصيلة هاي شو تفصيلة هاي ممكن تروح له هاي ما ممكن تروح له يعني في ناس جاية مثلا اه خلاص بروح تركيا بروح بكرة على انطاليا وبعدها اطلع على تربزون اخي ترى بين الوحدة والتانية 12 ساعة بين الوحدة والتانية 9 ساعات بده طيران راح تقضيها هيك لا انا لازم انصحه انه اخي بلش بهاي وانت ماشي راح ترجع تدريجيا يعني اقل شي اقل شي بيستفاد من بيسأل مكتب ومكتبين وثلاثة او يقرأ بالنيت بيشوف هوني صار عنده خيال يعني لجولته من قبل لسه قبل حتى ما يروح بالتحضير للجولة خلص والله هدولي فعلا يعني يصير حتى يوم يناقش مكتب تاني يمكن يفكره هو كمان صاحب مكتب يعني من الخبرة اللي صارت عنده بدون ما راح وصل للمنطقة اليوم انا واحد من الناس في مناطق انا ماني وصلانا بتركيا بس عم بحكي عن للزبون عننا يمكن اكتر من اللي عايش فيها يعني خلص فهمتها درستها بدي وضحها للزبون بشكل بفهم لزبون شو طلبه بس هو لزبون دائما لازم يحط كل شي على بينه يعني عم يتصلوا انا عم بتصير من الشغلات الضريفة اللي عم بتصير معنا انو عم يتصل لزبون بكل غموض يعني بدي برنامج بين الشهر الخامس والسادس بدي نحن ممكن نكون سبعة ممكن نكون عشرة ممكن جايين ممكن مانا جايين لا ما في توضيح لازم يحدد اليوم لازم يحدد اليوم والعدد ويعرف شو بده ويحاكي الشركة او بيحاكي او بيتفرج هو بيرتب برنامجه بنسعده بترتيب برنامجه اليوم نحن شركات فاتحين نحن مش هاي شغلتنا خدمات هاي شغلتنا نحن بنقدم الخدمات اللوجستية والخدمات السياحية كليات بدنا نختصر عليك انت جاي اليوم قلتي لي هلا حكيتي عن موضوع السياحة العلاجية وتطور تركية فيه كمان لزبون ما عم يجي مشان يوم واحد او ساعتين بيخلص فيه زراعة شعر وبيمشي جاي ببرنامج سياحي عم يقضي برنامج سياحي وبعده بيكمل تلسطة العلاجية اليوم فيه منتجعات صحية الناس عم تيجي استشفاء عم تقعد فيها عندك منتجعات مياه كبريتية يعني مشكلة بس العالم عم تيجي بغاية السياحة وكذا يعني مو انه جاي متعني بس مشان موضوع واحد انه يعمل سنانه يعمل شفائفه يعني بهيلة جاي السياحة وما إلى جانب السياحة فيه مناطق معينة فلن هي عليها اقبال اكثر من مناطق اخرى في تركيا هلا اليوم انا قلتلك حسب الموسم اليوم نحن بالشهر الرابع والخامس بفصل الربيع كل تقريبا التركيز كل ياته على اسطنبول وما حولها ما حولها منصبا جالا برصة يعني هاي مناطق بلش الجو فيها فصل ربيع يعني فيها منتزهات فيها غابات فيها فيها اماكن وما نبعيدها الكتير وكلها صايرة حوالي بعض يعني اليوم تركيز خصوصا من هولا فترة العيد يعني جد بصعوبة لا حتى الواحد يلاقي حتى بالحجوزات اللي فيها انه كتير غير ازمة العيد الفترة هي كتير يعني نحن ما نحسبه انه ازمة عيد لا في عندك فترة بين العيدين كمان هي مساهلة هي اقوى من فترة مناسبة ايضا للموسم السياحي اه طيب انا اه بدي اعمل جولة سياحية لحالي شو نصيحتها كيف اختار المطاعم يعني موضوع كتير مهم وكتير اه ملبك بالنسبة للشخص اللي بدأت لها سياحة شو الخطوات اللي ممكن انا اتبعها لاختار المطاعم الصحيح تمام هلأ انت جاية من غير بلد جاية لهذا البلد اول شغلة بديك تجرب اكله يعني بديك تختار المطبخ التركي يعني بعدين انك اذا تفكرتي او زوقك ما يلا الشرقي او للغربي او للاصناف الاخرى يعني العالم بتروح للمناطق الساحلية المناطق الساحلية خلص راح مزاجة للأسماك وللأكلات البحرية راح مزاجة بالتجاه الداخل وكل بلد له له طبيعة اكله وطبيعة كذا وخصوصا بتركيا يعني ما شاء الله من بين بلد لبلد تختلف حتى ثقافة الاكل وفي مطاعم عم تنتشر انه فيها فلازم الانسان شوفي اليوم المنطقة اللي انا فيها اكله لازم جربه حبه او ما حبه هي ازواق بالاخر بس يعني خلص انت خلي ثقافتك يعني انا خلص جاي برنامج اعمل تركي من متعة السياحة انا فعلا كنت جربت شفت ثقافة البلد وشفت المطبخ بس هذا موضوع شوفي يوم نقيسه كماديا نقيسه مادية موضوع مادية يعني هذا موضوع يعني بشكل عام بتركيا فيها شغلة تركيا مرضية لطبقة من الطبقة الصفر للطبقة المية عندها بكل شي يعني في مطاعم بتفوتي عليها فيك تاكل فيها بعشرين ليرة في مطاعم تفوتي ما فيك تاكل فيها بعشرين الف ليرة ما فيك يعني متدرجة كل ياتها وبشكل عام يعني الدولة هون التركية كتير عندها رقابة بهذا الموضوع وكتير عندها موضوع التصنيف السياحي خصوصا حتى بالمطاعم وبالمنشآت السياحية وبقرب من منطقة ببعد عن منطقة بس أهم شيء بموضوع لكن أنا برأيي أنه يجرب ثقافة البلد ويشوفها وممكن بعدين أنه يتساق حكيت عن فكرة مهمة أنه فعلا اليوم أنا لما بجي على تركيا فيه تنوع هذا التنوع لكن بالمقابل كمان فيه تخوف يعني أنه كثير سمعنا قصص حتى عن طريق التكسيب يتعرضون لنصب مثلا قبل فترة من تقسيم إلى الفاتح أخذ منهم المبلغ الفلاني كيف أنا كسائح بدي أحمي حالي وما أتعرض لموضوع نصب تركيا هلأ يوم يكون جاي ليش نرجع ونقول ليش فيه شركات أنت جاي اليوم لحالك وماشي لحالك معرض لكل شيء بس كل شيء أنت حتى لو جاي لحالك أي شخص جاي لحالك أنا أي مكان رايح يروح لعنده أي شيء كذا لازم يعرف شو تفاصيله اليوم بموضوع التكاسي اللي عم بتصير فيه مناطق بعيدة فيه تسعيرات فيه للدولة فيه كذا ممكن أنه يطلع عليها قبل حتى ما يطلع تمام مواضيع النقل والمواصلات العامة كمان هي أمور واضحة تمام أماكن السكن والإقامة وكذا يعني فيه أماكن يعني كل ياته عم بيروح ينزل مسلا بسكن أو ينزل ببيت يا أخي أنت سائل هذا البيت ممكن يكون ما أنا مرخص حتى سياحي وما فيك حتى تشتكي إذا صار عليك شيء بالعكس الشكوى الدينك أخي اسأل لازم الواحد حق بباله أبدا ما يكون مندفع الزيادة جاي أنا فيه إلي ترتيب لازم كل شي بيسأل عنه يعني أنا اليوم مسلا عم تتصل أنت من بره عم بدك تحجز الفندق بدك تحجز الشقة بدك تحجز الطيارة بدك كذا كذا بظرف واحد بظرف معين لو واحد منه ضرب لك البرنامج كله اليوم أنت طيارتك ما إجت تأخرت لبكرة أو التغت الرحلة ممكن الفندق ما بيرجع لك هذا كله مشاكل كله مشاكل فأنت اليوم بدي حجز طيران حجز الطيران اسأل أنت اليوم حجز على درجة تترجع تتبدل قابلة لكذا قابلة لكذا حجزت بفندق هذا الفندق فيه إمكاني الترجيع فيه إمكاني التبديل شو رح يكون غرامتي شو رح يكون كذا فيه دفعة أنا دفعتها مثلا مقدم هاي رح ترجع ما رح ترجع كل إنسان عنده ظروف ما بعدين بيجي بيقول فلان نصبني يعني كمان لزبون نحن فيه عنده شغلة بيقول لك بكل شيء إنه نصبت أو نضحك علي هلأ ممكن تصير وتصير وكثير وصيرة بس كمان يعني فيه شغلات لزبون يعني مو دفاع عن أنا كوني صاحب شركة يعني إنه لزبون لا بالعكس أنا كمان مواطن وزبون قبل ما لكون صاحب شركة كمان فهي لازم كمان بيحكي إنه بالمنطق يعني بيجي بيقول لك إنه أنا دفعت رابوني أخي أنت تخلفت أنا دفعت حجز الفندق أخي رح علي يعني بالنهاية إنه أنا ما كن جاه يعني أجهل قوانين البلد البلد هون فيه قانون البلد هون فيه قانون خصوصا بموضوع السياحة فيه فيه خطوط حمراء كثيرة تماما والسائح هنا لا ما شفنا سائح تعرض لأي لأي يعني لمشاكل من قبل حكومة إلا إذا كان مخالة تماما تماما أكيد يعني هذا الأمر يمشي على الجميع يعني وفي فكرة تانية إنه بتلاقيهم جايين ومصارفين ليرة فهون كمان بتعرض لك لمشاكل أو ممكن لنصب أكتر فأنت تكون قادر تتعامل مع هذه الظروف موضوع الأسواق أيضا من الموضوع المواضيع اللي بتهم السياح كونة تركيا تشتهر أيضا بيئة الكثير من الأسواق شو بتنصحنا بهذا هلا بتركيا بهون يعني ما شاء الله في عندهم الأسواق الأسواق تاريخية كثيرة في ناس جاية يعني بدها ماركات وبدها براندات وبدها هيك شي هاي بتتتوجه لأموال ولمولات ومولات كثيرة هوني والمشهورة كثيرة وبدو نتذكر حتى اسمها أما نجي للأسواق الشعبية أو الأسواق التاريخية اللي مثل الأمينون واسواق مدحة باش يعني عم تكون أسواق كثيرة كبيرة يعني العالم عم بتروح وعم تجيب مع البضايا بكل أنا كمان في شغلة بدي يوجهها يعني في عندهم هوني شغلة للزبون يعني ممكن بعد ما اشترى دائما يحرص على الحصول على فاتورة لأنه المسافر بعد ما يرجع ممكن بالمطار يرجع كل الضرائب اللي دفعها اليوم دفع بكل قيمة شرائية بفاتورته دفع الضريبة دفع الضريبة هي بيجمعها هي كمان دليلة إليه وبرجعتوا على المطار بالمطار قبل ما بتطلع طيارته بيروح بيصفي كلها بيرجعولوا إياها هدولة بيرجعولوا مبالغ كبيرة مننا يعني هاي كمان يعني نقطة لازم يكون منتبع أنا احتفظ بالفواتير احتفظ بالفواتير هاي من الأشياء اللي هلأ عم نحكي كيف بده تحميك كمواطن كنحميك كمواطن مواضي على الفواتير بكل شيء بكل شيء بالمطاعم بالأكل بالشرب بالشراع بالملابس خصوصا اللي عم يجي لهون عم يطلع متسوق كتير وخصوصا زبوننا العربي يعني ما شاء الله بيجي بشنطة بيرجع بخمسة شنطة ويكون أيضا هدف هدف جاية حتى اتصوق من تركيا هو هدف أساسي طبعا مكان تركيا والبضايا التركية اليوم ما شاء الله ساعة توصل لكله إذن فكرة مهمة أنا احتفظ بالفواتير هذا الأمر سيحميني وممكن كمان مثل ما قلت أنه أنا أرجع حصل الضرائب طبعا طيب أهي بالنسبة للسياح اللي جاي من خارج تركيا العرب المقيمين في تركيا أيضا يعني بتلاقيون كمان بيحبوا يعملوا سياحة سواء بالولاية المقيمين فيها أو بالولايات الأخرى شو بتنصحون كيف يبلشوه وخاصة هدول الأشخاص يعني بتلاقيون أنه لا هو بشكل فردي بده يعمل جولات بشكل عام اللي مقيم هون صار حفظانا للبلد عرفان كيف ماشي الأمور عرفان كيف بده تترتب الأمور بس عم يختار دائما اللاقي فيه نسبة قليلة بتختار أنه تطلع لمناطق كتير بعيدة أو ممكن جاية مثلا من أورفة لإسطنبول ومن إسطنبول لأنقر دائما يكتفوا أنه بالمناطق اللي حواليها اللي حواليها اللي حواليها وهذا الشي لا بالعكس يعني عم يجوا هنا أنا شفت ناس كتير بأجتني من عينتها بأجتني من أورفة حاجة ستلة لكبادوكي وراحت بمثلا بموسم يعني البرشوت والمناطق يعني جماعة كتير يعني في ناس بتحب هالقصص هاي تمام بس هدول بنفس الشي يعني معرضين كمان للنصب معرضين لهالشي هذا بس ابن البلد عم يدرس يعني يعني عنده ثقافة هاي البلد صارت يعني صار يعرف كيف ماشي الأمور إلى حد ما فأنا بنصحه أنه يعني هو حسب الرجعت للموضوع الأزواق يعني إذا كان عايش بمنطقة حارة بدي يطلع بالصف بياخد على منطقة شوي فيها مرتفعات جربلية شوي فيها غابات شوي فيها هيك يعني بده ينوع سرح المقيم في تلطية رح يقول لك أنا رح أبحث عن وشها سياحية الأقل تكلفة الأقل تكلفة بس بشو اليوم في ناس جاي يقول لك أنا بس بدي غير جو يعني بس أدي يطلع من هذا الشارع فوت لشارع تاني لا اليوم نحن في عنا كثقافة سياحة أخي أنا بدي غير جو غيره يعني شوف شي مختلف اطلع من بحر بروح لمرتفع جبلي بروح ل بطلع من شوب بروح لمنطقة فيها تزلج وتلج بيطلع يعني البلد هذا بلد سياحي ونحن كمقيمين في أو ناس مقيمة في بدها يعني ثقافة السياحة لازم تكون في عنا موجودة ولازم تكون كبيرة إنه لازم نائما ما نختار بس اللي حوالينا نفكر كمان لو قدام نفكر إنه أخي خلاص اليوم نحن كتير عنا بحر ملينا يعني ساحل وما ساحل بدي المرتفعات البن المرتفعات بيروح لمناطق تاني يعني ثقافة السفر الضل موجودة عندلك يعني لازم يدرسها لازم ما شاء الله اليوم صفحات السوشال ميديا ما خلت شي يعني عم بيفوتوا عم هاي في كل واحده أزواق تماما وأنا بالدراسة معينة لهي الجولة أنا ممكن أطلع فعلا بتكاليف بسيطة طبعا ما أتكلف آآ قبل ما نخطب خليني كمان أسألك عن هذا الموضوع موضوع الفنادق والأكواخ يعني فيه ببعض المناطق السياحية من لاقي الأكواخ اللي بتكون أقل رخصة أو أقل تكلفين من الفنادق تنصح ولا لا؟ هلأ الفنادق فيه فنادق عم بتكون بداخل المدن فيه منادق عم بتكون بخارج المدن يعني بمرتفعات بمناطق سياحية وممكن تكون بتجمعات الأكواخ عم بتكون بمناطق شوي فيها مثلا غابات شوي تكون السفوح على سفح جبل على منطقة بس في شغلة في كتير من الاكواخ غير مخدمة يعني عم بتروحي اه يعني لازم تاخد كل احتياجاتك متل اللي طالع على منطقة وشايل خيمتها ورايح نصبها واشايل كل الغرابة بيأمنوا لك الجدران والكذا ابدا فممكن اللي معه سيارة ممكن اللي معه عيلة ممكن هلأ مو كلا كلا يعني بس التسعين بالمية منها يعني هاي الامور اللي بيحجز الكواخ الخشبية لازم يسأل في شي قريب عليه ممكن ما في شي قريب عليك ممكن ما في بياع خبز قريب عليك ممكن ما في اي شي قريب عليك انت قاعد بغابة قاعد مسلا اليوم مسلا ببورصة فيه منتجات للأكواخ فيه اماكن صايرة اسوار فيه اكواخ تمام بس بشكل عام ما في شي قريب عليها يعني بده يروح لسوبر مارك بده شي ما معه سيارة ما معه شي اخد سيارة وصلته لهنيك تركته فبيكون محتاط بكل هالامور فبيسأل عن الشو متوفر حوالي اليوم على مستوى اللي بده يستاجر بيت عم يسأل فيه مترو ما فيه مترو فيه باص فيه محل ما فيه محل فهي لازم تكون موجودة ايه كمان نقطة مهمة جدا انه معظمها معنا مخدمة حتى هذا الموضوع بعين الاعتبار شكرا كثير السيد احمد المشهور مدير السياحة للشركة الليبية دولية شكرا شكرا جزيلا لحضرتك اكيد يعطيك الف عافية ان شاء الله يا رب ممتل ما قال الدكتور الاستاذ احمد ان شاء الله يكون قدمنا المادة المفيدة والممتع بذات الوقت للكم بهذه الحلقة بديت شكر كل الاشخاص اللي كانوا معنا بحلقة اليوم كل حدا تابعنا وكان معنا على الاستماع او على المشاهدة على القناة حلقتنا خلصت لليوم لكن غدا سيتجدد اللقاء تبو بألف خير الى اللقاء صباحك مسكن صباحك عمبر وورد وفل وقطعة سكر وكأس من الشاي حلو لذيذ بنعنع ارضي بلادي معطر صباح الفنون ولحن الاغان صباح الحوار الذي فيه نكبر صباح لطائحة الهار تذكي حنينا بصدر الشباب المهجر وسحع الاناظر ينساب عشقا سميت وجبن وخبز محمى صباح بطعم جديد لدينا لكم فيه ما تشتغون وأكثر سميت وجبن وخبز محمى سميت وجبن وخبز محمى